تعالوا نهاردنا نتكلم عن حاجة شوية تكون مقلقة لبعض الناس بتحصل في حياتنا الزوجية وإحنا نحاول نضع إيدينا على تفاصيلها وعلى بعض الأمور المتعلقة بيها الحقيقة الصفة دي في الحياة الزوجية أو المشكلة دي في الحياة الزوجية بتعمل كتير من الشروخ في الحياة الزوجية وتسري ومحدش ملتفت إليها وقاد يلتفت إليها الإنسان ويعتبر أن أسرها مش أسر كبير أو يمكن نخاف منه إيه هي بقى المسألة دي؟ مسألة العين الزيغة وخلوا بالكم لما بتكلم عن العين الزيغة ما بتكلمش عن الراجل بس العين الزيغة عندي لها معنى مشهور لدى الناس وفي معنى تاني العين الزيغة معناها أن في واحد مش مكتفي وواحدة مش مكتفية بزوجها لكن فيه كمان العين الزيغة معناها أن فيه حد مش مركز في أسرته عينه زيغة على ده وديه فهو مش مركز ومش مكتفي بأسرته فالعين الزيغة تعالوا نتكلم عنها في عدد من الناس عندهم الصفة دي اللي هو عينهم زيغة وبيكون ده ليه أسباب كتيرة زي مثلاً سبب يتعلق بنمط الترابية والتنشئ للشخص اللي نشأ في العين الزيغة دي نشأ فيه قريب جداً من الاطلاع على العورات النساء وبيشوف العورات وهو صغير وكمان ممكن يشوف والده نفسه بيكون بيتلصص على العورات أو وصله مفاهيم غريبة زي مفهوم إيه مثلاً وبيوصله على فكرة مش لازم يوصله في حال مراهقة ممكن يوصله بدري إن الستات زي الورود لكل لون معنى وأنا عارف إن فيه أغنية بتتكلم عن ده وعلى فكرة حتى المشهد اللي فيه الأغنية دي كان مشهد بيقول إن الشخص ده ما كانش في حالة اتزان ويحصل بسبب ده إيه بقى خواء خواء عاطفي وخواء روحي أو ممكن يكون كان الشخص ده في تجربة عاطفية والتجربة العاطفية وهو صغير والتجربة العاطفية دي فشلت والحب ده فشل فيبقى هو عايز طول الوقت يعوض هذا الخواء العاطفي اللي حصله ويملى نفسه بأشياء تتعلق بالنظر يمكن هو بيقول إيه يمكن العاطف اللي عندي تحصل إن حد يجزبني من عيني مرة تانية واحتمال كبير وده بيحصل كتير قوي قوي إن الشخص اللي عنه زيغة ده يكون عنده مشكلة في توجيدي الزات بالثقة بالنفس والعيش المستقر والنفس المتزن في ناس هتقول على الشخص اللي عنه زيغة إنه بيحب الجمال ما تكذبوش علينا الله يكرمكم بلاش الكلام ده ما فيش حياة يسمعه واحد عنه زيغة لإنه بيحب الجمال ولا حد يقول لنفسه كده لأنه كداب ليه لأنه لنعينه زيغة لو بيحب الجمال يحترمه وما يسرقهوش وما يهنوش ما يهنوش يعني ما يخلوهوش إيه حاجة تفها بتاع لحظتها وتمر اللي بيحب الجمال يخلي الجمال محترم ومقدس في نفسه لكن الطريقة دي تجعل الجمال مبتزل وتجعله بس لحظة وبيحاول يسد بيه شهوته وبعدها ينتهي ترجمة نانسي قنقر